معظم الشعب السوداني ما بيحب ورقة العنب اليوناني والوصفة قديمة وانعارفة المتابعين هيزعنوا مني هيقولوا انت دايما بتذكري كلمة يوناني احنا ايام زمانة جماعة في السودان كان في كتير من اليونانين وجارتنا في الخرطوم في العمارات كانت يونانية اسمها ميسيس اوليمبيا وجاء يوم انه كان فتح الخشم لاختي الكبيرة دا في اوائل التمنينات امي كانت متحيرة تعمل شنو لأهل العريس جاتنا ميسيس اوليمبيا قلت لا مادام اليون عندك لحمة مفرومة ورز تعالي نعمل ورقة العنب اليوناني لحمة مفرومة عجالي تبشر عليها البصل والرز وعصير الليمون والبهارات بسيطة فلفل ومليح وبابريكا فقط وكمان توم مهروس بالنسبة لورقة العنب بالمناسبة جارتنا اليونانية كانت عندها الشجرة وقامت امي غارت منا وزرعت برضو شجرة العنب وابتدينا كمان يعني نقبطح من الشجرة ديا بس ما لحقنا في وقت فتح الخشم لأختين احنا استعملنا منها بتغمر الورقة العنب في الموية سخنة لمدة نصف ساعة بعد كده صفيته وغسلته وخليته على جم وبالمناسبة العلبة اللي انا اشتريت اليوم دي طلعت كعبة شديد يعني تعبتني كثير جدا جدا وحتى اهلي بعد ده كله ما بيأكلوا ورقة العنب انا الوحيدة اللي بحبه الورق طبعا لازم النحية النعمة بتكون ليتحد والنحية الخشنة من جوه اللي انت بتحشي فيها الحشوة بتخدت الحشوة اللي انت عايزة ورقة العنب اليوناني بصراحة ما بيعملوه رفيع زي اللبناني بيعملوه كده مليان الحشوة مليانة فيها اللحم العجالي والرز ويعني يملى العين كده منتو عارفين اليونانين بيحبوا برضو اكلهم كده زي السودانيين بعد ما بليف كل الكمية وانا حاوريكم الخلطة السرية لانه هو ورقة العنب احمر ما زي التقليدي اللبناني بالرغم هو بقوله الورقة العنب المحشدة وصوله يونانية لكن برضو اشتهر في تركيا ولبنان والسوريين برضو يعملوه بعد ما خلصت كل الكمية وزي ما قلت لكم الورق طلع قعب معايا فضل معايا كمية وتعبت وما حبيت حتى الفه بجيب الحلة وبفرش من تحت بالورق الماء اتحشاب وهنا بجيب البطاطس ما كانوا ولا بيعملوا لحمة ولا ريش بترصها كده من تحت عشان تحمي الورق لانه بياخد مدة انه على ما يستوي بعد ما بترص كل الكمية لازم تاخد شرائح من التوم بتدي نكهة كده مميزة وبتسبك الورقة العنب المحشدة بس انا هقول لكم ما تعملوا الغلطة بتحتي لانه انا عملت هنا غلطة بس ما تعملوا يا اخوانا الصوص اللي انا بعملوا ليه ورقة العنب دي بيكون في الكبايا عصر ليمونة كاملة يعني ربع كبايا من عصير الليمون ممكن تكتروا لو الكمية كتيرة وبضيف ليها ملعقة كبيرة من خل التفاح او اي خل ملعقة كبيرة من الفجيتة بتاعت الخضر عملاه في البيت وملعقة ونص كبيرة من الصلصة بحلهم بيه الموية السخنة وبعد كده بكبوا على الورق دي بس زي ما قلت لكم شايفين الغلطة اللي عملتها خطيت صحا كده كبير فالصوص او الموية ما نازلت رفحتو وخليت الموية تنزل وضفت موية زيادة وزيت من فوق بتاعت ملعة كبيرة بقوا دعالب ودقاس تقريبا ثلاثة ساعات على نار هادية لازم نار هادية وهنا دي وصفة ورقة العنب اليوناني الهو ورقة العنب الاحمر وان شاء الله الوصفة دي تعجبكم وتطلع اكسبلور وتصل العشرة مليون مع احلى ورقة العنب يوناني واكتبوا ليه في التعليقات ايه رأيكم في دي حج الرواه ولا لا وده ما بكون حامد شديد زي ورقة العنب اللبناني لكن انا اضفت ليه هنا دبس الرمان بتديه كده مزازة حلوة وطبعا الاهل العريس اليوم ده تكيفوا من ورقة العنب عاد اشتركوا في القناة